السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي يا رب تكونوا بصحة وخير انا منال لاول مرة يشوف قناتي بعمل معاكم اكلات صحية واكلات على نظام الكيتو النهاردة حاب اتكلم معاكم موضوع مهم جدا وهو اه اطعمه مهمة جدا جدا لتحفيز او لجهاز المناعة طبعا كلنا عارفين ان احنا اليومين دولي انتشار فيروس الكورونا يا رب كده ان شاء الله يبعد عننا البلاء دوت والمرض دوت ان شاء الله بنحاول ان احنا الاطعمة ديت ندخلها في يومنا طبعا احنا بالنسبة كمتابعي نظام الكيتو ناس كتير بتقول ان مفيش اطعمة لرفع جهاز المناعة بالعكس احنا نظام نظام الكيتو في اطعمة كتيرة جدا ان شاء الله حسرت لكم كمان فيديو او اتنين في اطعمة كتيرة جدا لتحفيز جهاز المناعة اول حاجة هيكون معانا هي الفراولة طبعا الفراولة من الفاكهة اللي هي بنسبة لنا بنستخدمها او بنأكلها في نظام نظام الكيتو حاب اقول اول حاجة حاجة قبل ما نشتري الفراولة لازم نشتري الفراولة اللي هي تكون حمرة ما فيهاش قطع خضرة نبعد عن اللي فيها قطع خضرة كمان نشتري الفراولة الصغيرة ونبعد عن الفراولة اللي حجمها كبير لان بتكون فيها يعني رش كيميائي والحاجات دي احنا عايزين ناكل فاكهة صحية فنحاول ندخل الفراولة فين زمنا اول حاجة ان الفراولة مفيدة جدا بتقوي جهاز المناعة طبعا هي اه فيها الياف قابلة للزوابان في الماء فندخل في يومنا الفراولة هنقدر ناكل منها من اربع لخمس فراولات اه في نظامنا في الزوم الكيتو نمرة اتنين هي بتحمي من التهابات البشرة او الجسم او الجلد عمزا بس المهم ان الشخص اللي ياكل الفراولة ما يكونش عنده حساسية من الفراولة انا بتكلم عن الناس اللي ما عندهاش حساسية من الفراولة نمرة تلاتة هي فيها طبعا مضادات اكسادة كمان آآ الفراولة فيها اوميجا سري وبتساعد كمان على التخلص من الامساك آآ فهي بالنسبة لنا آآ فاكهة حلوة جدا ندخلها في يومنا كمان بتقلل الكوليسترول في الدم آآ كمان الفراولة آآ يعني ممكن الناس اللي مش عاملة كيتو اي نظام صحي هتاكل من الفراولة كمان الفراولة بتحمي من آآ السرطان نمرة ستة مفيدة جدا لمرضى القلب لان هي فيها آآ معدن البوتاسيوم وهو احنا طبعا في نظامنا نظام الكيتو محتاجين جدا للبوتاسيوم كمان سعراتها الحرارية تعتبر قليلة جدا زي ما قلتلكم ان هي آآ حتى اللي مش متابع نظام الكيتو لو اكل منها تعتبر لو مقارنناها باي فاكهة فسعراتها الحرارية قليلة جدا فنحاول اليومين دولي ندخل فراولة بس اهم الحاجة طبعا طريقة غسلها تتغسل كويس جدا ويا ريت كمان نحط في المية آآ قليل من الخل عشان نبقى ضامنين نضافة اي فاكهة بنكلها نمرة نيل الجنزبيل او الزنجبيل طبعا دوت مهم جدا يعني مليان بالفوايد واحنا ممكن ناخده منقوع او مغلي اول حاجة ان هو بيقوي جهاز المناعة طبعا بيحتوي علم مضادات للاكسادة كمان الزنجبيل ممكن او الجنزبيل ممكن ندخله في الاطعمة بتاعتنا في الدجاج في اللحوم فهو مفيد جدا نقطة تانية الجنزبيل مفيد جدا لمرضى السكر تالت حاجة مكافحة امراض القولون العصبي لان هو بيطرد الغازات وفي نفس الوقت كمان بيقلل الام القولون سواء كان الام فلو شربنا الجنزبيل فهو مفيد جدا كمان بيعالج الصداء نمرة خمسة بيحافظ على مستوى ضغط الدم ويفضل ان احنا ناخده في فريش وكمان لان هو بيحافظ على صحة الشرايين لان هو بينشط الدورة الدموية اخر حاجة بالنسبة للجنزبيل هو بيقلل الكولسترول في الدم لان هو بيحتوي على معدنين مهمين جدا البوتاسيوم والماغنسيوم نحاول نشرب كوباية من الزنجبيل تالت طعام مهم جدا هو اللوز طبعا ده منوع من المكسرات وكلنا طبعا في الكيتو بنستخدمه اللوز طبعا غني معانا جدا زي ما احنا عارفين بالماغنسيوم لان الماغنسيوم بيزبط معدلات الضغط الدم كمان مليه بالبوتاسيوم اللي هو بيعمل معانا بيزبط عملية الايد او الحر نمرة اتنين هو طبعا مليان بمضادات للاكسادة كمان بيحمي القلب نمرة اربعة هو طبعا بيزبط معانا مستوى الكوليسترول في الدم النوع الاخر طعام هو الكركم طبعا الكركم مفيد جدا لانه هو بيحفز جهاز المناعة في الجسم تاني حاجة الكركم مفيد جدا لانه هو بيقاوم نزلات البرد والالفلونزة لانه هو في مادة مضادة للبكتيريا والفيروسات فبيقلل معانا كمان لو شربنا كباية السعال الناتج من نزلات البرد والالفلونزة نحاول نشرب كباية من الكركم اما مغلي او ماء ونضيفه عليه كمان مهم جدا للكركم لانه هو بيحارب السرطان لانه هو بيحتوي على مادة اسمها كيروكيمين المادة دي عنصر ناشط في الكركم بيحفز الخلايا على تدمير ذاتي للخلايا السرطانية فالكركم مهم جدا نحاول نشرب كباية كمان بيساعد على التقام الجروح واعادة تشكيل الجلد التالف نمرة خمسة طبعا بيساعدنا في حرق الدول وبيساعدنا طبعا جدا في نزول الوزن واخر حاجة للكركم هو مفيد جدا لصحة الكبت لانه هو بيزيل السموم الموجودة في الجسم فالكركم برضك نحاول نشرب كباية يوميا اتمنى النهاردة ان شاء الله اكون فتكم ببعض الاطعمة ولو اعجبكم الفيديو ياريت تعملوا اللايك عشان الكل يستفيد ونشوفكم بالف خير وسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر